بيسان اسماعيل تقصف وترد على غيث مروان وأنس الشايب بأغنيتها الجديدة نعم مثل ما سمعتوا فبيسان اسماعيل كانت حديث السوشال ميديا آخر فترة من بعد الدراما اللي صالت بينها وبين أنس الشايب وموضوع انفصالهم عن بعض وأيضا بينها وبين غيث مروان وصار الورع ودراما طردها من عرسهم اللي كانت حديث الكل أندك ويبدو أنه الدراما ما زالت مسواصلة لحد الآن فبيسان رح تطلق أغنية جديدة بعنوان اللي بعده وصرحت من خلال مقابلتها مع إيتي بالعربي أن الأغنية تحكي عن العلاقات السابقة من صداقات وغيرها والجمهور ربط تصريحاتها بعلاقتها السابقة بأنس الشايب وصرحت أيضا تصريح خطير عن موضوع طردها من عرس غيث مروان وصارة ومجيبة على سؤال مذيعة عن ليش شاركت هشي على مواقع التواصل الاجتماعي وهل كان بدها دراما ومشاهدات وأجابت بيسان بلا ما تحتاج دراما وإثارة الجدل ووصلت بي الله يسعدهم ويبعدهم وهذه الجملة كانت موجهة لغيث وصارة عادي أنا إنسانة صريحة مع متابعيني العالم تعرفني هيك أنا ما بكذب ولا بلف ولا بدور أنا ملاقصني تريند لا يعني أنت حل على خليفة عادي الله يسعدهم ويبعدهم أكيد ما فيني لا لا ما في داعي الاتصال الموضوع مفهوم يعني هلأ أنت لك تعالي كلي أنت لي موجو عني بتصلك بلك تعالي كلي مرة تانية خلص أنت لي موجو عني هنم ما بدهم فش رأيكم بتصريحات بي سان اسماعيل وأونيتها اللي الجديدة بعنوان اللي بعده شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد من عالم اليوتيوب مع جوك تيفي كوم دائما الأقرب